خار الوقت لنحكي عن سلسلة الألعاب الشهيرة الريد ألر أسباب نجاحة وأسباب توقفة بعض هالوقت الطويل لما الدول تحافظ على حدودها بتكون عم تمارس حقها بالسيادة والسيادة بتطلب الأول الكافية الموارد الكافية والذكاء الكافية ده السبب منشوف كتير دول عم تتسلح وتطور حالة وتدفع مليارات الدولارات سنويا سيادة الدول بتكون على البحر والبر والجو وبعض الدول صارت عم تحكي بسيادتها بالفضل ولما منحكي عن السيادة بالفضل منكون عم نحكي عن دول متطورة وعندها هالقدرة مثل روسية الصين وأمريكا خلال الثمانينات وبداية التسعينات كان الجو مشحون بين الكتلة الغربية على رأس أمريكا والكتلة الشرقية على رأس الاتحاد السوفيتي تأثير هالأجواء كان واضح على جيل الردويجي بعد فترة بالباقع مفهوم السيادة مش بس بينطبئ على الدول على الجيوش أو حتى على القبير لأ كان هنا بيتعديه ولا يوصل للأفراد وهان بينتقل مفهوم السيادة من الدولة للأفراد لما أنت تستعمل سيادتك بمنع أي حدا يفوت على أرضك أو على بيتك من دون إذنك وحتى بتوصل لأمور أنه ممنوع حدا يرفع صوته بوجك أو يجرب يعتدع لك جسدياً وهذا اللي نجحت فيه اي اي جيم لما أطلقت سلسلة كومنت اند كونكرز سنة 1996 بوقت كان الاتحاد السوفيتي صار له بس خمس سنين فارض يعني كان فيه ناس كتير بتحب الاتحاد السوفيتي وكان فيه عنده أمل أنه يرجع الاتحاد السوفيتي لعبة كانت محصورة بين جيشان الجيش الكتلة الشرقية باللون الأحمر وجيش الكتلة الغربية باللون الأزرق كان مطلوب منك مهمتان بهذه اللعبة أنك تحمي أرضك وتتوسع وتجرب قدمة فيك تكون ذكي وتستعمل كل شي في طاقة بهذه اللعبة الأرض تستغلها تعاف كيف تستغل مواردة وتعرف كيف تتجه لعدوك ومن أي مال تحاصره هذه الأمور الاستراتيجية نجحت هذه اللعبة لتطور بعد ثلاث سنين بسنة العلفان وتطلق عيقونة العيقونات هي Red Alert 2 Red Alert 2 شملت عدة الجيوش من بيناتها العراق، ليبيا، وكوبا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا واكتار من الدول يلي دفعت الناس تحبها لهاي اللعبة ودفعت الشباب أنهم يلعبوا بالدول اللي بيحبوها يلي ميز هاي اللعبة أنه كل دولة عندها سلاحة الخاص بالإضافة للأسلحة التقليدية بعد فترة من نجاح هاي اللعبة بلشنا نشوف تعديلات طولت عمر هاللعبة وخلتها دايما بالقمة طوال فترة 8 سنوات 8 سنوات شفنا فيها هيدا اللعبة كيف كسرت الأرقام الياسية كل الناس حبتها كل الناس ستتفتش على الطرق الجديدة اللي بتلعبها فيها وهيدا الشي دفع شركة اي اي جيم أنه تطلق تعديل جديد على هاي اللعبة اللي هو يوريس ريفانش ناس كتير حبوا يلعبوا بيوريس ريفانش وناس كتير لقوه أنه مش ضروري نلعب بهاك تعديل لا ترجع تنطلق الريد ألرث 3 بسنة الـ 2008 هاي اللعبة رغم تطورها ما حصلت على الاهتمام الكبير السبب بعود انه رجعت هاي اللعبة للجيوش بعدد قليل عبارة عن 3 جيوش جيش الكتل الشرقية وجيش الكتل الغربية وجيش الياباني اللي وقتها كان قوة جديدة علينا كلعبين تخيل انت هيدا اللعبة قدام زعجة لما الجيش الياباني يتطور وتكون الجيوش التانية كمان عم تطور بس هديك الجيوش ما بتقدر تقاتل الجيش الياباني هذا الشي كان كتير مزعج لقلنا وكتير بلشنا نتضيع من هاي اللعبة وبلشنا نحس انه شمس هاي اللعبة بلش يغرب وبلشنا نبعد عنا شوي شوي بالواقع كنت انا شخصيا عنفتش عن لعبة جديدة اماما مني انه اي اي جيم حترجع ترضي أزوائنا متل مقاردتنا بزيرو اور وغيرها من الألعاب بتفاجأ انه في لعبة اسمها تايبيري مثرية يلي كانت كتير حلوة لدرجة انه مفهوم السيادة مش بس ضد بشر جايين يحتلوا أرضك لا كمان ضد مخلوقات فضائية جاي من كواكب تاني لتحتل أرضك وتاخدها هذا الشي ميز هاي اللعبة وخليها أحلى وأحلى وزاد بجمالة انه هاي اللعبة صورة كتير حلوين كل شي فيها حلو منظم وبيمشي متل ما انت حابب وتعلو بهاللعبة خليني انطر تايبيري ينفور على أحر من الجمر وأزبط فاجئنا اي اي جيم بالتطور جديد سنة الالفان وعشرة هو عبارة عن أكبر سطل سبيلة ممكن تشوفه بتاريخ ستراتيجي جيم لعبة مش مفهوم شي منها مجرد آليات بده تمشي من محل لمحل وبالحواء آليات من برة يعني كأنك انت عم تعيش حيات الرحل ما في عندك أرض تتمسك فيها مفهوم السيادة النصف تميز الجيوش وتعددها كمان النصف ما بقي شي بمحله هاي اللعبة سببت كيرسي لأي اي جيم سببت فشل مريع لعبة ما بتستهل إلا أنها تكون على التليفون ما بتستهل تكون على كمبيوتر أبدا ولا بتستهل إنها تكون للعبين بيلعبوا ألعاب استراتيجي ميزانية الرد قدرت اختفت ميزانية زيرو أور اختفت وراحت اللعبة وانتفت واستسلمت اي اي جيم ومعاش طلعت ولا لعبة كومنت اند كونكرز بتستهل بكل الأحوال أنا عندي إيمان إنه اي اي جيم يمكن نيمع شي يمكن بعد فترة تتطور تنزلنا لعبة جديدة قد المستوى وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر